تجمع القهرة ورياض شراقات تاريخية اقتصادية واستثمارية قوية ويشهد التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين تطورا كبيرا في المجالات كافة فضلا عن رغبة متواصلة بين القهرة ورياض لزيادة الاستثمارات المشتركة شراكات تاريخية اقتصادية واستثمارية قوية تجمع مصر والسعودية تدعمها دائماً العلاقات السياسية المتميزة بين البلدين ويشهد التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين تطوراً كبيراً في كافة المجالات فضلاً عن رغبة متواصلة بين القاهرة والرياض لزيادة الاستثمارات المشتركة حجم المشروعات المصرية في السعودية ارتفع ليبلغ 1300 مشروع باستثمارات تبلغ مليارين وخمسمائة مليون دولار منها ألف مشروع برأس مال مصرية بنسبة 100% تجاوز ملياراً ومئة مليون دولار وتشكل السياحة السعودية أكثر من 20% من السياحة العربية إلى مصر وتأتي السعودية في صدارة الدول العربية من حيث الاستثمارات في مصر حيث بلغ عدد المشروعات السعودية في مصر أكثر من 2900 مشروع تغطي كافة المجالات الانتاجية والخدمية وبلغ إجمالي حجم الاستثمارات السعودية في كافة المجالات بمصر نحو 30 مليار دولار وتعد السعودية ثاني أكبر مستثمر عربي لمصر ويسعى البلدان من خلال مجلس الأعمال المصري السعودية واللجنة المصرية السعودية المشتركة لزيادة حجم الاستثمارات السعودية لتصل إلى 50 مليار دولار من خلال إقامة مشروعات مشتركة أرقام التبادل التجاري والاستثماري بين مصر والسعودية عكست الخصوصية الشديدة للعلاقات بين البلدين وذلك في المجالين التجاري والاستثماري حيث تعد المملكة ثاني أكبر سوق خارجي للصادرات المصرية كما تعد مصر ثامن أكبر مستقبل للصادرات السعودية بإجمالية تبادل انتجارية في السلع البترولية وغير البترولية تخطى 7 مليارات و500 مليون دولار وينعكس التقارب المصري السعودي بشكل واضح على حجم التعاون الاقتصادية بين البلدين حيث أصبحت مصر أحد أهم الشركاء الاقتصاديين للمملكة وبلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين الشقيقين أكثر من 124 مليار دولار خلال عامي 2022 و2023 فضلا عن هذا فقد تم توقيع بروتوكولات لتعزيز المشاركة في المشروعات الاستثمارية وفي المجال الزراعي ومجال الغذاء والدواء تم الاتفاق على التعاون وتسهيل حركة التصدير والتبادل التجاري بين البلدين وفي مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة اتفق الطرفان على سرعة التواصل إلى الصيغة النهائية لمشروع مذكرة التفاهم بين الجانبين في مجال الدعم الفني ونقل الخبرات اما في مجال الطاقة والصناعة والثروة المعدنية فقد تم الاتفاق على تعزيز التعاون المشترك في مجال النفط والبترو كيمويات وقيام مصر بتقديم فرص لستثمار المتاحة بقطاع التعدين فضلا عن التعاون العلمي الجيولوجي ايضا يعد مشروع الربط الكهربائي هو الاهم بين البلدين وبدأ يدخل مراحله الاخيرة بقدرة 1500 ميجاوات الى ان تصل كمية الطاقة الكهربائية التي سيجري تبادلها لنحو 3 جيجاوات خلال عام 2026-2027 وفقا للتعاقد بين الجانبين على ان تكون سوقا مشترك لاستغلال فائض الطاقة الكهربائية وتبادلها بين البلدين في اوقات الاحمال المنخفضة وبشأن التعاون في مجال السياحة والاثار تم بحث امكانية تطوير منتجات سياحية مشتركة بين البلدين ووضع اجندة للقوافل السياحية لمصر والسعودية لتسويق الوجهات والمواقع والمنتجعات السياحية بالبلدين كما تم تطوير آليات التعاون وتأطيرها في اتفاقيات جديدة لتشمل جميع اوجه التعاون المشترك في مجالات عدة الامر الذي اسهم في تشكيل خارطة طريق للتعاون الاقتصادي بين البلدين اشتركوا في القناة